صباح الخير يا ثاني يعطيكم العافية حبايبي اليوم رح نكمل حل تدريبات الضرب في العدد 2 افتح لكتابك صفحة 54 افتح لكتابك صفحة 54 رح اقرأ السؤال يا ثاني ثلاثة مجموعات في كل منها سمكتان كم عدد الأسماك في المجموعات الثلاث طيب احنا منحلل السؤال يا ثاني عشان نفهم ونعرف نحل ثلاثة مجموعات ثلاثة مجموعات هاي المجموعة الأولى وهي المجموعة الثانية وهي المجموعة الثالثة في كل منها سمكتان يعني كم سمكة يا ثاني سمكتين هاي سمكة الأولى وهي سمكة الثانية هاي سمكة الأولى وهي سمكة الثانية ونفس الشيء المجموعة الثالثة عندي سمكة أولى وسمكة الثانية اذا في كل مجموعة كم عندي سمكتين هلأ بيسألك كم عدد الأسماكي في المجموعات الثلاثة يعني كم عدد الأسماك جميعها كيف نحلها يا ثاني أول إشي قبل ما نمثلها عملية ضرب نمثلها جميع متكرر بطلع مش إحنا حكينا بالجميع منحط شحطات إذا بدي أمثل جميع متكرر هاي شحطات كم عدد المجموعة ثلاث مجموعات بعمل مجموعة أولى مجموعة الثانية مجموعة الثالثة بطلع كل مجموعة كم فيها ثنين إذن بحط المجموعة الأولى ثنين مجموعة الثانية زائد ثنين ومجموعة الثالثة زائد ثنين بعدين بجمع العناصر جميعها بحكي ثنين زائد ثنين أربع أربع زائد ثنين يا ثاني ستة إذن يساوي ست سمكات طيب إذا بدي أمثلها جملة ضرب وإجاك هيك بالسؤال مربعات فاضي كيف بدك تعرفت حلية ثاني بتطلع المربع الأول بتحكي كم عدد المجموعات ويلا نعدها مع بعض واحد ثنين ثلاث عدد المجموعات ثلاث بتطلع المربع الثاني بحكي كل مجموعة كم فيها يمس فيها عنصرين بحط ثنين المربع الثالث إيش عن إيش بحكي المربع الثالث يا ثاني اللي هو الناتج تاع الضرب بحكي عن عدد العناصر جميعها أقوم بعد العناصر جميعها بحكي ثنين وثنين أربع زائد ثنين ستة إذن ثلاث ضرب ثنين يساوي ستة ستة سمكات نجي للتمرين اللي بعده كم عدد الأسماك في أربعة مجموعات هاي المجموعة الأولى هاي المجموعة الثانية الثالثة الرابعة أنا عندي أربع مجموعة زي ما انتو شايفين يا ثاني كل مجموعة كم فيها سمكة زي ما انتو شايفين هاي سمكتين والمجموعة الثانية فيها سمكتين والمجموعة الثالثة فيها السمكتين والمجموعة الرابعة فيها السمكتين مثل لي ياها جمع متكرر خط للمجموعة الأولى وخط للمجموعة الثانية وخط للمجموعة الثالثة وخط للمجموعة الرابعة كل مجموعة كم فيها 2 إذن 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 اجمعوهم كلهم يا ثاني 2 زائد 2 4 4 زائد 2 6 6 زائد 2 8 هلأ مثل إياها الجملة تضرب زي ما حكينا في المثال السابق يا ثاني كم عدد المجموعات 4 يمس كل مجموعة كم فيها كان فيها يمس 2 4 ضرب 2 يساوي 8 8 سمكات طيب كم عدد الأسماك الموجودة فيه 5 مجموعات كم عدد الأسماك الموجودة فيه 5 مجموعات هلأ إذا كان يا ثاني هون عندنا كمان زائد حوضة زيادة ماشي وكان فيه سمكتين إذا كان أنا عندي نفس عدد المجموعات بزدت لهم كمان مجموعة يعني صاروا خمسة كم نحل هاي المسألة بتطلع بحكي هون كم عدد المجموعات 1 2 3 4 5 بحكي خمسة كل مجموعة يمس كم فيها فيها سنين 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 انتبهوا إحنا هون ما منعد كل الأسماك إحنا منحكي المجموعة الوحدة كم فيها فيها بس سنين عدوا العناصر كلها 1 زائد ثنين زائد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة مجموعات أو بحكي 2 زائد ثنين زائد ثنين زائد ثنين زائد ثنين هاي هون شايفيني ثاني 1 2 كم بسيروا عشرة إذن خمسة ضرب ثنين يساوي عشرة نيجي للتمرين اللي بعده ثاني شايفين هذا الضفدع هذا الضفدع بدو يقفز بدو يقفز على وين على خط اسمه خط الأعداد هذا الخط اسمه خط الأعداد بدو يقفز وكل مرة بيقفز فيها إحنا بنا نعرف كم مقدار القفزة بنا نعرف كم مقدار القفزة أول إشي من الصفر إلى ثنين كمية ثاني كم شي خطوتين يعني كم مرة بدو يقفز يامس بدو يقفز مرتين يعني كل مرة كم بدنا نزيد يامس بدنا نزيد ثنين هلا من الصفر إلى ثنين صفر ضرب ثنين صفر وصل عندي ثنين واحد ضرب ثنين ثنين هلا كمان بدو يقفز الثنين زيدوا عليها ثنين أربعة الأربعة هي ناتج ضرب ثنين ضرب ثنين كمان بدو يقفز على 4 زيدوا عليها 2 يا ثاني 4 زائد 2 6 طب 3 ضرب 2 يساوي 6 يا ثاني اللي بعدها 6 زيدوا عليها 2 8 طب 4 ضرب 2 يا ثاني يساوي 8 8 زائد 2 10 5 ضرب 2 يا ثاني يساوي 10 وهكذا 10 زائد 2 12 14 14 زائد 2 16 16 زائد 2 يا ثاني 18 18 زائد 2 يساوي 20 إذن 7 ضرب 2 14 8 ضرب 2 16 9 ضرب 2 18 10 ضرب 2 20 أكملوا هذا يا ثاني أنا لما أعطيك سؤال زي هيك 1 ضرب 2 يساوي مربع 2 ضرب 2 يساوي مربع هذا بديو يعتمد على الحفظ بديو يعتمد على الحفظ بدك تكون حافظ جدول لسنين كامل ومش بالترتيب لازم مخربط أسألك ماشي يا ثاني 1 ضرب 2 2 2 ضرب 2 4 3 ضرب 2 6 4 ضرب 2 8 5 ضرب 2 10 6 ضرب 2 12 7 ضرب 2 14 8 ضرب 2 16 9 ضرب 2 18 10 ضرب 2 20 20 إيش بتلاحظوا يا ثاني بتلاحظوا أنه كل مرة أنا عم بزيد 2 كل مرة أنا عم بزيد 2 الاثنين زيدوا عليها 2 4 4 زيدوا عليها 2 6 6 زيدوا عليها 2 8 8 زيدوا عليها 2 10 وهكذا بس في شغل يا ثاني بدي أحكي لك إياها أي عدد نضربه بصفر بديو يكون الناتج صفر يعني لما أحكي لك 0 ضرب 10 0 أو 10 ضرب 0 0 ضرب 2 0 أو 2 ضرب 0 يساوي 0 أي عدد ضرب العدد 1 بعطيني العدد نفسه يعني لما أحكي لك 1 ضرب 2 عطولي بتحكي 2 1 ضرب 5 عطولي بتحكي 5 1 ضرب 10 عطولي بتحكي لي 10 إذن أي عدد ضرب 1 يساوي العدد نفسه نجل السؤال الأخير إذا كان ثمن القصة ديناراني فما ثمن ثلاثة قصصا خلينا نحلل المسألة عشان نعرف نحلها يا ثاني عندي أنا القصة ثمنها ثمنها يعني سعرها يا ثاني سعر القصة دينارين إذا كان عندي ثلاث قصص هايهم هاي القصة الأولى هاي القصة الثانية وهاي القصة الثالثة إذا أنت يا ثاني بدك تشتريهم هذولا كلهم يا ثاني شوف الأولى سعرها دينارين والثاني دينارين والثالثي دينارين كداش بطلع مجموحهم كلهم إذا بدي إياك تمسلي إياها بجمع متكرر كيف تحكي يا ثاني هي مجموعة أولى وهي مجموعة ثانية وهي مجموعة ثالثة دينارين زائد دينارين زائد دينارين اجمعوا دينارين زائد دينارين يا ثاني أربع دنانير والأربع دنانير زيدوا عليها كمان دينارين ساوي ستة دنانير إذن فما ثمن ثلاثة قصص ساوي ستة دنانير طب مثلوا لي يا هجم للضرب كم مجموعة عندي هون أنا دائما أضحط عدد المجموعات كم مجموعة عندي واحد اثنين ثلاث هاي ثلاث مجموعات ثلاثة ضرب كل مجموعة كم فيها طلعوا طلعوا جوا الدائرة شوفوا فيه كل مجموعة كم فيها فيها اثنين ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة جمعنا عدد العناصر جميعها هيك يا ثاني منكون حلينا التدريبات صفحة اربع وخمسين وخمس وخمسين ومطلوب منك يا ثاني كتابة جدول ضرب العدد اثنين كاملا على الدفتر على الدفتر مع الحفظ يعني لازم تحفظ جدول اثنين كامل ولازم تحفظهم خربط يا ثاني مش تحفظ لي على الترتيب يعني اثنين اربع ستة ثمانية هلا اوكي لازم تحفظهم هيك بس كمان لازم تحفظهم خربط يعني ممكن اجي اسألك سبع ضرب اثنين بعدين اسألك اثنين ضرب اثنين تمام يا ثاني يعطيكم العافية